اشتركوا في القناة 900 ألف نازحين وفق تقديرات الأمم المتحدة منذ ديسمبر الماضي نزحنا من قرانا بسبب القصف المكسف علينا المخيم يعني صعبي برد ونقص تعليم نقص طب يعني لازمنا هنا مثلا حمامات لازمنا تير غرض القتال الدائر في منطقة حلب ومحافظة إدلب هو ما يضطر المواطنين للفرار والعيش في الحقول المفتوحة والملاجئ المؤقتة وسط ظروف الشتاء القاسية الحرب بدلت حياتهم تماما في ظل أوضاع يصعب توقع نهاياتها وما إذا ستكون لهم عودة إلى ديارهم التي أصبحت ساحة تضج بأصوات الطائرات والقنابل والرشاشات وضعنا كثير سيئ يعني كلاتنا مشترك مثلا بالخيام بالأكل بالشرب ووضعنا يعني ما عبي جينا مساعدات خالص يعني أليلي يعني عبي يعطونا ربطة خبز يعني لأنه كثير في عالم نازحة يعني ما عبي يوفيها يعني ربطة الخبز لكل عيلي ربطة تجاوز الوضع على الأرض توقعات منظمات المساعدات الإنسانية مع استمرار الهجوم على إدليب آخر معقل نأل المعارضة السورية حيث يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه اضطر إلى إيقاف توزيع المواد الغذائية مؤقتة لأن الزيادة الأخيرة في الأعمال العدائية عطلت حركة الشاحنات التي تنقل الإمدادات للمنطقة من تركيا الأطفال باتوا يعيشون حياة تفوق أعمارهم والسبب الحرب في سوريا حرب لم تنجح حتى الآن كل المحاولات في إيقافها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر